موسيقى لا شك انه توفير الطاقة او صناعتها بتشكل هدف لكل دول العالم خاصة مع تراجع موارد الطاقة التقليدية انا روير شركة عندها حلول مهمة لانتاج الطاقة البديلة وتأمين بيئة انظف موسيقى موسيقى هاي دانيال عرفني اكتر عن حالك وإليك قديم موجود بالامارات موسيقى 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 على شركات ومعائلات امامات العملية الفكرة اجت شي من ورا تجربة شخصية انت عاشتها او انت حبيت تفتح شركتك الخاصة وتلعب بالفكرة اعتقد انها بشيئين لقد قمت بشيئين 10 عام في الناس ويشكت بانه قبل الى مدى العملية من المحن ولكن في الاشخاص مستشكله مع الاشخاص الكثير من الناس يعمل ديسل وعندما كانت التواصل الى الايضاة للتصالي كانت هذا مخصص مدرق أين ما عمل نشوف الشركة بالمستقبل بعد سنة بعد خمسة سنين أو عشر سنين من اليوم؟ أعتقد أننا سنحن نتحدث في الآن. نحن نتحدث في الدولة الأولى ونغيريا ونغيريا. نحن نتحدث في أومان ونحن نحن 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 نبحث عن المعرفة في المريض، ساودي عربية، إراك وإيجبت قبل إيجيبت. أطبع الاستخدام في المنطقة في المنطقة. أعتقد أنه أكتر التحديات التي واجهتك أنت تقوم بعمل الشركة؟ أعتقد أن أعجب أن أجد أن أجد أجاب أفكار أشخاص الذين يتعاملوا الوحيدة كانوا يجب أن تعمل أفكاراً على شيئاً ويقبت أن أجد أفكاراً الثاني هو أجد أجد أن أجد أجهد أعني أنه ما نصيحة التي تستطيع أن توجهها للأشخاص الذين لديهم أفكار كمان بس خايفين باعتهم بأن يبدو شركتهم الخاصة أعتقد أن أجد الأول هو أن تبدأ وعندما أن تبدأ من أجهد وعندما أن أجد أجهد مهمة من المستقبل وعندما أن أجهد مهمة من المستقبل كيف تقدر توصف نجاحك اليوم؟ أكيد قطعته بأوقات كتير حلوة وأسس نجاح يمكن ما تقدر تنسي على اليوم شو فيك تذكرنا منا؟ أعتقد أن أجهد أجهد من المستقبل أعتقد أن أجهد من المستقبل كان عندما أجهد من المستقبل في أبو دابي في 2014 كنت أجهد من المستقبل 8000 أشخاص أترككم إلى فراز أعتقد أن أجهد من المستقبل وعندما يستطيع أن أجهد من المستقبل إنتاج الطاقة مشروع كثير مهم وكثير كبير مين هدفكم بالأساس؟ هدفنا الأساسي بالقسم اللي بشتغل فيه هم الزباين اللي ما عندهم مصول للكهربا اللي بتيجي من البلدية وهدول إجمالاً بكونوا شغالين عمول يدات ديزل وإحنا بنبدلهم بأنظمة هجينة فراز خبرنا أكتر كيف يقدر يتابع للكلاينت من عنده هو الانيرجي هلا بنهاية كل شهر بنبعت انيرجي ريبورت للكلاينت ولأدام رح يقدروا يدخل عن طريق الويب سايت بهذا الانيرجي ريبورت نشرح لهم إيش السيستم الموجود عندهم زي ما انت شايفي هون في موالدات ديزل مشبوكة مع الواح شمسية وعم بنبيع الانيرجي للكلاينت بعدين كل شهر بنبعت لهم قديش استهلكوا هذا الشهر وقديش يستهلكوا بالشهور اللي قبلها عشان يقدروا يعرفوا وبنفس الوقت بنحكي لهم قديش وفروا CO2 نحن بنشوف هذا السيستم عنا هذا كله بظله يتجدد ونضلنا نتابع السيستم عشان نضمن ان الكهرباء توصل للكلاينت هؤلاء الديزل والألواح الشمسية والميتر اللي بنقيس الانيرجي وزي ما انت شايف هاي كلها الوقت زي ما حكيت لك يعني اذا بده يفوت ويسأل عن السيستم عندنا على الويب سايت في الريفرنسيز بقدروا يشوفوا فيها ايش الاندستريز من خدمها وايش البروجيكس موجودين عنا هاي كلها صور من عنا بالسايتس و هذول كلهم سايتس موجودين كل هذول مشاعرين كل هذول مشاعرين نجددهم فمثلا هذا عبارة عن مصاف سيارات كله الواح الشمسي هذا مشروع موجود بابوظبي واسهل طريقة اذا راحوا على جيت ستارتد بيكون في زي لست بتحكي لهم ايش لازم يكتبوا عشان يوصلوا لنا ونفهم ايش المشروع البدهم هي وأكيد عندكم طموحات لحتى تتوسعوا خارج النطاق اللي انتو فيه لتتوسعوا عن نطاق دولي يمكن طبعا هي الفكرة الاساسية كانت انه احنا بلشنا في دبي لعدة اسباب السبب الرئيسي انه سعر الكهرباء في دبي غالي اذا بيتقرنيه بسعر الكهرباء في الدول المجاورة طبعا اسعار الكهرباء في الشرق الاوسط عم ترتفع تدريجيا وهذا الارتفاع بيسمح للانظمة الطاقة الشمسية انها ترجع المردود تا الاستثمار تاها بطريقة اسرع فطبعا كلما ارتفعت الاسعار كلما توسعنا للدول المجاورة والهدف الاساسي لانر وير انه تكون اكبر مشغل للانظمة الشمسية في الشرق الاوسط كيف بيشتغل الموقع؟ ببساطة هو عندك نظام ديزل هذا النظام بيطلع كهرباء الكلاينت بيكون عنده بس مولد ديزل احنا اللي بنسوي انه بنبدل هذا المولد بمولد كفاته اعلى وبنشبك معه الواحة شمسية الطاقة اللي بتنتجها الالواحة شمسية بتخفض استهلاك الديزل لما تخفض استهلاك الديزل انت بيصير عندك توفير وهذا التوفير بنعكسه للزبون واحنا بنبيع كل هاي الكهرباء للزبون فالزبون ما بيصير بده يشغل النظام احنا اللي بنشغل النظام احنا اللي بنعمله الصيانة وبنبيع كهرباء للزبون شكرا لك شكرا لك انتاج الطاقة البديلة حل مهم للعالم اجمع وانضف للبيئة انا الوير مشروع بصلت اهتمامه على انتاج الطاقة مستغل شمس دبي الحاضرة دايما وبالتالي بيحسن مستوى البيئة الصحي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة تشاري سايكلز شركة بتهتم بسيانة الدرجات الهوائية لتبقى رفيقة وفية لأصحابها أو لأحد المحرومين من الحصول عليها انا اسمي زينة كنعان صلي تسع سنين بالامارات وانا شريك مؤسس بشركة تشاري سايكلز مع أختي اسمها راني كنعان وقبل الامارات كنا عايشين بكندا بمونتريال وكنا هناك نسوق بسكنياتات كل محل فلما اجينا هون اول اشي اشتغلنا بشركات وبعدين بدينا شركة بعد ثلاث سنين الشركة سكرت وفتحنا شركة تشاري سايكلز اللي هلأ اصلنا اربع سنين عم نشتغل عليها والحمد الله عم تكبر هذول الهاي بار فريم عادة يجو مع غير ورجال عادة بيحبوهم اكتر و بعدين اللو بار عادة للستات هم و بدي عرفك عرانيا هاي رانيا رانيا الكوفاوندر وهي بتعمل الميكانيك الورك يعني طبعا كله تمام كل واحد يعني بدو يغير البسيكولات ام يصلحها تهتم فيها بالزبط من قلبي بهتم فيها يعني هل في يقول انه طلعت فكرة تشاري سايكلز من يمكن تجربة شخصية عشتين انت واختيك رانيا او فكرة بزنس كمانا لا هي دفنت لي اول اشي بدت تجربة شخصية انا ورانيا بكندا كنا نركب على البسكولاتات كل محل نروح على الجامعة على الشغل لما اجينا هون اكتشفنا انه ما في كتير سياكل والاشي اللي اكتشفناه اكتر هو انه السياكل الموجودة هون كانت كتير غالية ومش باللون التحبيه فقررنا احنا نجيب بسكولات وعلى البلكونة تبعتنا امنا تعلمنا على يوتيوب كيف نجدد نرمي من البسكولاتات وصنعنا بسكولات جديد من بسكولات قديم كتير بشع والبسكولات الجديد كان بالزبط اللون بالدية وكنت كلما اركبوا الناس تحكيلي من وين هذا البسكولات فهيك بدت هي بدت انه بتقدري تعملي لي واحد اه بقدر اعملك واحد واشي عن اشي جراتي جرات بعضها هلا متل ما قلت عملتيها متل ما انت بديك في كتير اشخاص بيحلموا كمان انه يكون عندهم البسكولات اللي هن بتعجبون فهل انتو بترمموا درجات الهوائية بس على الشكل من برا ام كمان الاشياء الميكانيكية لا طبعا الاشياء الميكانيكية احنا المحتوى من هذا البزنس هو انه احنا نجيب منتجات قديمة الناس رمتها ونعطيها حياة جديدة زي نعطيها قلب جديد فمنشتغل على المظهر ومنشتغل على الداخل على اساس انه انتي بتقدري بدال البنتج ما يوعد ستة شهر هو بقدر اكشل يوعد معك ثلاث سنين فانتي بدال ما عم ترمي انتي عم تغيري طريقة استهلاكك فعم نجرب نؤثر بهاي الطريقة لحتى شوفوها بطريقة جديدة كعنها جديدة بالزابط والاشي الحلو بيسياكلنا انه انتي بتقدري تصممي بسكولاتك اللي انتي بدك ياه بتقدري تنقي من فوق خمسة وخمسين لون بتقدري تنقي اذا بدك يا شايني او اذا بدك يا مات عندك كتير خيارات عشان انتي تصنعي بسكولات انتي تحسي انه هو هذا البسكولات اللي ربزانتسيو يعني هلا اذا انا ما عندي بسكولات وحب اشتري واحد الجيلي كمان انتو بتأملوا هيدا الشي اه هلا احنا في عندك اشيين يا انتي عندك بسكولات قديم صلوا قاعد بالقراج عندك سنين وعلي كتير غبرة تعطينا ياه من درمملك ياه ومنرجع من بيعك ياه او انو انتي ما عندك بسكولات وحابت تركبي بسكولات بس حابت تركبي بسكولات او ضمير زي ما احنا منقول تشتري منا بسكولات احنا منجيبه من الاندفلز وبس هما هدول الشيين وبعدين مشطل كمان مع اوتيلات منعطيهم بسكولاتات بكميات اكبر وبيكون هدول عليهم البراندنج اللوغو تبع الوتيل يعني بكون كتير كستم للوتيل لو تخبر هنا اكتر عن تشاريتي وتقدمت الدرجات الهوائية للاطفال احنا هلا لكل خمس بسكولاتات من بيعهم نعطي بسكولات لطفل بمخيمات بحواري الشرق الاوسط فاللي عم بصير انو في كتير اطفال محطوطين بهدول مخيمات لا بقدروا يتحركوا ولا بقدروا يلعبوا ومأخود منهم حقوق الطفل فاللي احنا منحب حبينا نعمله انو انا كتير اشتغلت بمخيمات قبل ما يبدأ هذا البيزنس ولما تسألي طفل اذا هلا بتحكي لي بدك اشي ايش باجيب لك دايما بدهم بسكولات ما بدهم شي تاني عشان بيعطيهم هادي احساسي الحرية اللي احنا كلنا منحس فيه والامتي ليك لشغلة الابند بالضبط لهم وبقدروا يتحركوا وبقدروا يروحوا من محل لمحل فاحنا بدينا هذا ككمبين اولتها انو نعطي بسكولاتات والطريقة اللي منشتغلها هو منروحها للمدارس الموجودين بالمخيمات ومنشتغل مع الاساسة او مع انجي اوز موجودين على اساس انو اذا الطالب يقعد اكتر بالصف بالمدرسة اذا بتفوق اسبوع عن اسبوع بمادة معينة بيربح بسكولات عشان نعطيهم زي اه دافع انهم يضلهم بالمدرسة ويضلهم يعني يدرسوا ويتحسن عشان تتحسن معنوياتهم وتتحسن كمان افكارهم وان شاء الله يصيروا يعني اكتر ان شاء الله زينا اذا لقيتوا مثلا بالفيلد ما تمقلتيني كمان بتروحوا على الفيلد وبتنبشوا على الدراجات هول اللي بتبعون للاشخاص اذا لقيتوا شي نادر انتو بتعرفوا انو هيدا يمكن نادر وما موجودة كتير اكيد بيكون سعره اغلى من غيرها صح صح هلا احنا عنا كمان بسكولات نادرين وهم اللي بيكونوا لقدام يعني احنا كل البسكولاتات انبيحة هي فهم اصلا يعني احنا بنعرف انو اي المنتجات اللي كانوا فينتج عن المنتجات اليوم كتير تبعهم اعلى زينا بهيد العملية كمان انتو بتكونوا عم بتساعدوا بالمحافظة على البيئة وتنعية الهواء هل عم بتفكروا تطلعوا خارج نطاق اللي انتو فيه وتصيروا اكتر دوليا طبعا هلأ احنا بنفكر بطريقتين اولا احنا هذا الشركة اللي اسسناها بدبي احنا كلنا بنعرف انو الامارات لسه هلأ عم بتكبر بموضوع والبسكولات بس احنا كتير حابين نطور هاي الفكرة وعنجد نعمل تأثير اكبر على التلوث والبيئة فمتصير احنا هلأ عم نعمل زي احصائية نعرف بالزبط لما انتي تشتري بوسكولات منها قدي عم بتساهمي بانك تساعدي بمحافظة على الستيل قدي انتي عم بتساعدي على الكاربون دايوكسايد اللي بالتلوث البيئي فمنقدر نطلع كل هادول الارقام وانتي كشخص نقدر نقولك قدي انتي عم بتساهمي لتحسن الطبيعة فدفنت اللي بنطلع عليها بهاي الطريقة والطريعة التانية هو احنا عم ندخل على برودكتس تانية او منتجات تانية كمان بتساهم بنفس نفس التحسين من حياتنا شا اكتر الاوقات الحلوة اللي قطعتوا فيها مثل اصص نجاح ما بتقدروا تنسوها للي يعني هم اغلبيت اصص النجاح اللي احنا قطعنا فيها كانت اصص سلبية مش اصص منيحة عشان هم هدول الاوقات اللي بالحياة لما تكوني انتي حاسي ان الحياة رح تخلص هي اللي انتي بصيري تخترعي او تخلي او تفكري برا اطار اليومي طبعك فبتحسي انه انتي كبني ادم قوتك ومعرفتك كتير اكبر من ما انتي اشت فكرهية فبصيرت امنة بحالك اكتر شكرا عليك زينا شكرا كثير اجمل الذكريات بتشاركنا فيها دراجة ممكن يكون الى دور وجود بكل لحظة حلوة عشناها تشاري سايكلز فكرة بتحاول تضمن حياة اطول الدراجة واوقات مسلية للمحتاج وبيئة افضل للكل موسيقى 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 المترجم للقناة الطعام الصحي صار عليه طلب كل يوم اكتر من يوم ميكس اند موزلي شركة بتأمن وجبات اكل سريعة صحية ممكن تغنيك عن وجبة الاكل الصباحية ميكس اند موزلي انا اسمي باسل بقالي في الامارات ست سنين دي السنة السبعة علي انا من اصل مصري كندي باسل شو الفكرة الاساسية وراء ميكس اند موزلي ميكس اند موزلي عبارة عن بلاتفورم يخلي اي مستخدم يدخل عليه يعمل الميكس بتاعه السيريال عندنا من ضمن ستين انجريديينت عندنا وفي نفس الوقت عندنا برضو رادي ميكسز ميكسات كهزة اللي هم ممكن يختاروا منها هلو وين اجدت الفكرة ورا هيدا المشروع هي عن تجربة شخصية اتدت ان احنا بناكل الموزلي انا وزوجتي في البيت ولقينا ان السوق في احتياج للموضوع ده ان كنا على طول بنجيب اي حاجة بنجيبها بنجيها مليانة سكر مواد حفظة فلقينا في احتياج في السوق في الحتة دي في نفس الوقت لما كان عندنا اول طفل لما اتدى ياكل كنا بنعمله احنا الميكسات بتاعته واتدى نعملها في البيت نعمل ميكسات نجيب شوفان في البيت ونجيب مكسرات وعساء المواد جافة فاتدى نعمل ميكسات في البيت وبطلن نشتريه ومن هنا اتدت الفكرة بس اللي عارفنا اكتر كيف يشتغل الويب سايت وكيف يعمل انا او اردر اول حاجة تدخلي على الويب سايت تانا ميكس الميزلي دوت كوم واول ندخلي عندك الصفحة دي تختاري ميكس او بري ميكس فلو دخلنا مثلا على ميكس اختار انا اللي بدي ايه اخدش ما بدي فالواحد اول حاجة يعملها يختار البيت من ضمن الاختيارات الموجودة لما يكون فيه علامة خضره دورية خضره ده معناه ان الميكس ده اورجانيك البيس اورجانيك لو دوسنا مور انفو بيطلع الانجريدينس بيقولك الانجريدينس الموجودة يعني جيم بادي لو حد بيحب يروح الجيم بس ده البيس فانيجي نحط مثلا لو اختارنا جيم بادي واحنا بنزيد دايما العلبة بتيجي 500 جرام ففيه 500 جرام بينا هنا والسعر بيكون موجود هنا ولو تحت هنا مكتوب see your nutrition info لو دوسنا عليها بيطلع لك the nutrition information بتاعتك لكل اللي حابين يعرفوا عن جد هن what they are consuming يعني من الروتين لانرجي لكربز شجر وغيره ولما يجي بزود حاجات مش دايما الحاجة بتاعتك ساعات بتنزل ان البيس بيبساعتها هو اعلى حاجة ولما يجي بنحط حاجات تانية بيقلن البيس فساعات فيه حاجات بتنزل وبعدين بنروح لدريت فروتز فيه عندنا مثلا coconut chips blackberries يعني تقريبا كل الانواع اللي فوق اللي بتطلبها كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة وبعد كده نروح على المكسرات والseeds كمان تشرحوا كل مكسرات قداف من اعلى من outer nutrition يعني مثلا لم نيجي نشوف دلوقتي مثلا information هنلاقي المكسرات مثلا معروفة ان هي عالية في البروتين وعالية في الفات فلما نيجي نشوف هنا ان الفات 6 جرام لغاية دلوقتي عندنا البروتين 14 جرام الجود فات صحيح؟ الجود فات ان كله طبيعي دي اهم حاجة لازم نميزها ونحن نختار والحاجات دي صحية الناس لازم تاخد كاربس في ناس كتير تقول مش لازم ناخد كاربس المفيدة للصحة وهي دي اللي بتدي طاقة للبني آدم في خلال اليوم بينهاي الواحد لازم ياخد كل الـ ما ينقص من شيء لانه بعدين بيجرع بأسر عليه سلبيا صح؟ بالزبط بندوس نول Add to Cart ونختار الـ لو عايزين نزاوده ولا لا وبعد كده بنعمل لو بأسر يعني لازم ضروري يكون عندي اكاونت ما في يطلع عشان كده احنا حتى لو نشوف ونحتاج الاسم ورقم التليفون والعنوان من نهاية بتفيدني للمرة الجاية لوقتا بدي اعمل بالزبط زي ما قلنا بس اللي انا همشوف علاب كتير مخضومة هون رح اخد وحدة حتى تفسرلي اكتر عنها وشو هي دي العلبة لما اي حد بيجي يطلبها من الـ ويبسايت عندنا هي دي اللي بتيجي على البيت دي 500 جرام اوكي وبنكتب هنا اسم الميكس ولما بنيجي نلف هنا مكتوب النوترشن فاليوز اوكي واحنا السجستد سيرفنج لنا 50 جرام انا مش عايزين الناس برضو تحط زيادة وتحت هنا مكتوب المكونات كل المكونات اللي موجودة يعني حسب الواحد شو بيختار من الراديا ميكس اول هو الميكس تجي العلبة شكلها كمان بشهاء وفيك تستعملها لغير اشياء وقت تتخلص بالزرط تحبي تدو ايه؟ اكي اوكي 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 نتدي دايما بزبادي او لبن حليب وبعدين نتدي نحط الميزلي عندنا تحبي فيه يعني حاجة في الوريانت الحلو خلينا نروح الوريانت ومطل ما ادللي الافضل انه الواحد وقت بياخد بورشان تبعه تكون 50 جرام بالزبط في حدود 50 جرام وبعدين ممكن نزود عليها فواكه طبعية فيه عندنا فراولة اناناس رمان نحط كل شيء مش كل شيء نحط حبة اناناس اوه وبعدين لو عشان برده عشان احنا كله من غير اي سكر مضاف فلو عايزين حاجة بتعمل نعملها سويت وطبيعي سكر طبيعي ممكن نحط عسل وفيه اللي بيمشي برده مع العسل ومع الميزلي كويس قوي الارفة الارفة انا من محبي الارفة كمان محبي الارفة هي غير انو الالوان قبل ما الريحة والطعمة الشكل كثير بشهر اول شيء واهم شيء اه طبعا هل بتقدر تقدمه كوانتيتي عالي مثلا خلي نقول لمدارس ام لشرك كبيرة من على الوابسايت بيبقى اما فردي او لشركة بس بيبقى للعلب يعني للعلب اللي بنباحة هي 500 جرام للشركات احنا بنعمل كيترينج بيبعتلنا ايميل ومتطلباتهم واحنا في الموضوع ده عاملين مع شركة فاكه فبيبقى فطار صحي في الشركة بعد ميتينج او بعد بالزبط بعد ميتينج ساعات شركات كتير او يوم الخميس بيبقى اخر الاسبوع بيحاول اعملوا تيم بلدنج او بيلموا تيم مع بعض فبيكونوا عايزين فطار فبنحاول ندي دايما حاجة الالترنتيف للشركات ان يقدموا اكل صحي الموظفين عندهم جود لك باسلف تانكيو تانكيو الطعام الصحي صار عليه طلب كل يوم اكتر من يوم ميكسا نوزلي شركة بتأمن وجبات اكل سريعة صحية وممكن تغنيك عن وجبة الاكل الصباحية موسيقى 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 البيع والشراء عبر شبكات التواصل أصبح من عداد كل الناس حتى الماركت العالمية والتحف النادرة صار عندما كان للعرض عبر هالشبكات The Luxury Closet تطبيق مخصص مساحة كبيرة لعرض وشراء الأغراض المميزة والثمينة لمصورة بطريقة محترفة لإعطاء فكرة واضحة للمعروضات هاي كونال عرفني أكتر عن حالك وإليك قديم موجود بالإمارات موسيقى 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 من الإنديا. أصدقائي في نيو ديلي. ويوجد في الكثير من الولايات منذ ذلك. أصدقائي في الولايات المتحدة، في فرنسة، في سنجابور، ثم في دبي. ما هي الفكرة الأساسية موارا؟ موارا The Luxury Closet عندما أعمل في Louis Vuitton، أدعو أن هناك أشخاص مثل Louis Vuitton من المتحدة التي يشعر منها. لكنها فقط مستخدمة لأثناء من المتحدة وهو قد أدعونا إلى الفكرة الأساسية. في الفكرة الأساسية، ما نفعله هو أن نقوم بقية المتحدة و60% من المتحدة للمتحدة الأساسية للمتحدة الأساسية لذا، إذاً تذهب إلى المتحدة الأساسية، تجد المتحدة الأساسية أو تأتي إلى الفكرة الأساسية. كونال، هل في يقول أنه The Luxury Closet كانت وراء تجربة شخصية أنت عاشتها؟ مش أنه مجرد أنه أنت بدك تبتح شركة خاصة لألك؟ كونال، من بأي أهمية الغرض لحتى تحطو له سعره؟ وإذا الزبون قرر و أصر على السهر اللي هو بدوية، هل بتوافق على الموضوع؟ لذا، المتحدة الأساسية بكل أجهد منها هذا هو مجرد السرعة وهذا المتحدة القضية في البداية إنه ما أنه يغرر تناول أساسية نحن نأخذ مقابلات التي يحضر جهاز العديد من الأطبال ربما ا urge الأدقاء عدواط مع تطبيع أسناع مالذي تلقى؟ مالذي تنال؟ مالذي توقعها؟ مالذي تلاحق قوية مقابلات من الأعوام وعندما يحضر أثناء العديد من الأدقاء هالبطرد عبر تطبيع The Luxury Closets كل شي هو جديد ومستعمل كمان؟ طبعاً Before we put any of them on line, do we inspect in detail the condition of each one of them. Our team of authentication experts looks at everything in detail, which may be what is the condition of the item, what is the wear on them. We document this and then we show it to the customer if there are any problems with the item. And of course we photograph these as well. كونال لماذا اخترتوا دبي كما كان لحتى تبدو من هذا اللقشوري؟ كونال لن نحكي عنك وعن التحديات التي وجهتك أنت وعن بتأسس هذه الشركة؟ أعتقد أننا بشكل مباشر المستعد والحكون الكبار من الدكابة التي كانت cantطور، تحت resكالها ولكنك بدأك هكذا تعلق عبار public الحركاء الأ evaluatingы а مع التحليشات الثاني هو التكنولوجي نحن نحن ندرسة كمعبادة الامر نحن نحن نقوم بلدائه من المنزل و نحن 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 كل هذا يجب ان يكون لقم عاماً وهو يجب أن يكون هناك نحن الصعودة كمعبادة للتكنولوجيا كونال، وينما أقول نشوف الشركة بالمستقبل؟ خلينا نقول بعد سنة، بعد خمس سنين أو عشف سنين من اليوم نحن على ما أفكر في الأولى أن نكون مغادرة في التصوير ويوجدت من قصصة بعد أن أكون سببينتعين على العمل المدرسة وإن نعرف أحد كثيرا على العمل المقدمة وأعرف ذلك أول ما أفكرتني أن أفكر فيها أفكر أشهر جميع الأعطاء اتساطة النبضة بجمد مدرد المدرسة نحن جميع الأعطاء فيها من قبل ويجب أن توجد نصيحة للأشخاص الذين لديهم أفكار ويجب أن يكون مختلفة ويجب أن يجب أن تجد معنا لا يجب أن تجد في أي مكان أخرى في العالم لذلك أتمنى أن نكون هناك الكثير من الأشخاص وليس فقط في المنطقة ولكن أخرى، ربما يجب أن توجد نصيحة للأشخاص الذين لديهم أفكار وإنديا هذا هو المنطقة كونال، إذا توجد نصيحة للأشخاص الذين لديهم أفكار لأسسوا شركتهم الخاصة بس بعدهم خايفين يبلشون ماذا تقولون؟ كونال، إذا توجد نصيحة للأشخاص الذين لديهم أفكار ونحن نفسك لأن تخاف المفترض ولكن أيضاً، عندما تخافي الأشخاص، اتمنى أنها تثقية مستخدامة، إنها مدارة أكثر ويجب أن تريد المحتاجين وعندما تحاولها، اتمنى أن هناك أصبح أصبح الأشخاص حكينا لكن عن الصعوبات والتحديات التي وجهتك بس أكيد قطعته بأسس نجاح صغيرة أثرت فيكم لليوم ولم تستطيع تنسيها شو فيك تخبرنا عنهم؟ لدينا شخص، أذكر أنه كان رمضان والشخص يخبرني وقال وكان في حال 9 أو 10 وقت والشخص قال تصدق لي، سيكون شعور رمضان ثم كانت لها و اصدقاء بجزء من عمله ممتازة كانت تحت ممتازة كل جميع الممتازات دوري سادل بجميع أصدقاء كانت تحت ممتازة من أصل من ممتازات وقد كانت تحت ممتازات كل شيء المنظر كانت تحت ممتازة الكومتالية لأول عامنا ندرد نجال توجد رياد وخروج في نو دي كانت ممتازة للممتازة لتنجية كونال شكراً لألك وإن شاء الله عطول من تقدم لتقدم شكراً لك عرض أو شريء يلي بتحبه عبر الإنترنت صار أكتر من هواية صار حاجة ومهمة مريحة للكل The Luxury Closet مساحة كبيرة بتأمن خيار كبير لشريء وعرض كل ما هو جميل نادر ومميز ترجمة نانسي قنقر عديد من الأشخاص ما بيعني لهم اكتناء سيارة إنما بفضلوا استئجارة لمدة زمنية هن بحاجة إلى إيكار تطبيق بيأمن السيارة المناسبة بحسب الطلب ولأي مكان ممكن يكون لزبون موجود فيه في الحلم خبرني بليز أكتر عن حالك وإلك قدام موجود بالإمارات شو الفكرة الأساسية وراء إيكار؟ وهناك موبيل بيسد أب تيك كمپني وهي تطبيق موبيل بيسد أب تجربة تجربة شخصية خليتك تفكر تطلع بالفكرة كان فيه نقص بها هذا الموضوع أم مجرد فكرة بيسد أب تفتح شركة؟ حقاً قد أثناء سيئة أب تجربة رفي ويحصلنا على أحد موضوع أحد من هذا هو موضوع الأشياء وقد أدعوا أن هناك موضوع في مدى الأمريكي لا يوجد أب تجربة أشياء الأشياء لذلك قمنا بحاجة إلى تجربة ونحن في اليوم إذا صار في أي حادث مين مسؤول عن الموضوع؟ مثل أي شركة عمليات عمليات الأشياء كل الأشياء يستطيع إبتحادات يمكنك إستفيد من الموضوع Women & Mogi التي يعطونها المواقف بشكل مجاني كيف يستفيدون من الموضوع مثل دبي أو أبدابي في دبي لدينا我們有閲يات رتا ل scraps RTA لدينا وضع المواقف which we buy from the RTA allowing the cars to park anywhere same thing applies in Abu Dhabi with MonKeeffe there we also pay the park fees لكي يمكن أن تسلم الهاتف برحلة المنطقة ويقوم برحلة موضوع المنطقة يمكن أن يكونون أشخاص بحب يستأجر السيارة ليس لدقيقة أو دقيقة أو ساعات يمكن أن يكونون بدون إيها لأسابيع أو أشغر هل لديهم دسكاونت لهذه الأشخاص؟ لدينا نحن نظام مختلفة لطريقة مستعدة ونحن على طريقة المنطقة والمسطة لكن المهمة الأمور هو أسرعي المنطقة يجب عليك 50 مستعدة المنطقة وإذا تصل إلى 5 سنة المقاربة يصبح تصبحت 24 سنة المقاربة ومع المقاربة يمتلكون في الحيوان فالقرار تقوم بقبل بسبب الطريق أكثر الأعمال هذا المقاربة نحن تحسينينا فيوض المحصص تتركه لنحن أن يتقوم بأسفلين قد يتعلق المنطقة يتقوم بإمكانك إمارتز وإضافة إدفعال أو اجتماع إدفعال أو إعجابة إيشتراك الفوصحة بالألونية cuadery你有 أن الأمر يعيش أجلتين عن أين وخرتك يمكنك نقوم أيضا خلق永د خلقات في سببين إذا كنت أأbuilding أجلديكulated أعلى أي مكان تريدون أو يني إسترد ceramic خلقية في درجة أي مكان مجلسي في مكان كل مكان يمكن أن تظلُح إلى spiritually خلدي двиг وك → ت Pamjegoات السبيل من عبادرة في أبي لي ، وهو غا exams Shield حتى نikentاً ، ب achievedอง ر attraction مجرد في مجرد في مجرد الجهر في مجرد المجرد ساقر بوقع وكذلك مجرد وراء فقط لسيقى هذا المستددر نظر إلى ما ننتهي أرى هناك اغسابك لديه قرار لا توجه داخل مطاعب هذه الشيخة توجه أجل هذه هي الرتاة تطور مجرد هذه الشيخات تأتي في حالة قطعنا في 50 ممتل هذا ما تبدو مجرد ستحصل إلى هناك dist ly view. يقد Würغل يسمى أيضاً وقم يعدة عزيز штانا فميغين influence أي browsers . يعنيٌ ي transport الديتilس مع السيارة . نعم. نسأل güغل عليه في متصوح كل تجانب فيهد ومع الأمر يمتلك يمتلك الكامل بالاستمرار, وهي يمكننا التسجيل ولم finة إليهاتي لذا فطرق نحن بها وفهمة ومع الأمر بالطبع الترافيق بدأت القفل على القدمезة الثميلة والمهادت الثميلة 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 أجل، قد اسماعي تراهمة ومع مرتفعاً ومترق الأمر الجيزة ولكن أجل السأب مجرد إبل kalau كان هناك تفضل في الأحيان أنه يخبر ايجاب لكن سيكون في الجنسي أخطر م determin Snapchat ايجاب رئياري أخطر مع أي محسن إلا تغيير بالنان إذا فقط فإن أقل في حياتك نعم إذاً فقط إذاً ، فإنكفت لما ينطل معه سيكون لفتح الغمانات في الأحيان أكبر الآن أحيانة الإخطرار أحيانة الإخطرار نحن نحن التعليق الأحيان معها نحنقف المحسن كمقات لذيبه و هذا ليس مقوم ب Accordingداناتي وخدم 有 locateة إحقار كلا سأبت الابتعام المهمان المهمان administr współفق للأغرياء المهمية لذا قد ترغب سيد ثم تعادt مبقaching وثم غير حاسعةً بالعمل بلها كمل تفضل الاسفل لاس respected ذلك سأ يدرن حد الداخل في اح slashة م لنقوم ويتم غير قدم المّهات La لنطur بخطر يBroبت في match لنزرحي التخيص حتاث sand Student ومستعد المنزل مدرسة اذا سنتجام بلتقى لفترة 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 أيضا إذا كنت أريد أنني أريد كمواعدة للمنزل أو ربما يمكنني اشترك على الانتقاب التي يريد انفتر سينها والآن السيئة فالتطلب منه لفترة وقته لفترة وقته لفترة 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 هذا سيئ مهمناً قول في رأسنا إما أننا سنطلب لفترة لفترة بالتضرب وأن المزر أمتر بلتقى لفترة حتى إذا لم يكن في المكان أو دوباي أو أبو دبي ربما أريد أن أريد أن أتواجه لكي أتواجه لكي أتواجه لكي أتواجه بلهم سباقوا ذكرت أنكم موجودين بالسعودية خبرنا أكتر عن تجربتكم هناك نحن مجموعة من أن يستطيع أن تصدقوا إلى سادي عربية وأن أصبح الأولى الأولى في كل مدينة نبدأ المنزل مع سادي أرامكو وهوستطيع التحقيقات مواعدة الوطن بخشارك وانتظام التفاصيل بها مجموعة بها تحتويش بناها ومعروفها الداخلية جديدة أضمن بخشارك بحيط فين ناحية المعباس ويقوم بحيطتي بع blue لكن أكثر ما أشبهه هو هذه إنساني المؤسمر من الدخلات estable إذا كنتهيء إلى أجنزل سواء عربية الأمرى تستطيع التحقيقات في سادي عربية التعابق بالحم economically على عنزه تقيم هذا initiate تح튼 ولكن هذا الحemic للuition انزلين beginnen لتع你看 هذه اللحظة اي Psychology اي. اي. اسشونه الفي المعنى لونها تحت سوى استخزى والمن يدعمه أو Tammy وغاذا لا يجب الى patch نظر US نحن عنه وغانا مثلا و نحن على سادي العادي يعطيكم العافية وغود لك شكراً لك لا شك أن السيارة حاجة ملحة لأتمام مشويرنا وشراء السيارة أحياناً صعبة للبعض إيكار تطبيق جاهز للمساعدة من خلال تقديم تسهيلات جيدة لاستقجار السيارات وتأمين مواقف مجانية وبيترك المجال للاستمتاع بالقيادة من دون سائق خاص اشتركوا في القناة